اشتركوا في القناة وتأثيراتها السلبية المأساوية على الشعب الفلسطيني امناقشة سبول الدفع بجهود وقف اطلاق النار في غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين في القطاع والعمل على توحيد الجهود الدولية لإنهاء كافة الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لما تشكله من خطر على الأمن والسلم الدوليين كما تناول لقاء جهود مملكة البحرين لتكريس السلام والتعايش الإنساني في المنطقة ودعم الجهود الإقليمية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لجميع الشعوب المنطقة حضر اللقاء الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السفير الشيخ عبدالله بن علي الخليفة رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين بوزارة الخارجية ترجمة نانسي قنقر